طيب نروح ليه أرقام ما بعد هذه المواجهة مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية بدور الستاشر من كأس العالم منتخب البرازيل أصبح أكثر منتخب يخوض مباريات في كأس العالم بمية وتلاتاشر مباراة متخطيا منتخب ألمانيا صاحب المية واثناشر مباراة البرازيل تسجل أربع أهداف في الشوت الأول لثاني مرة في تاريخ مشاركتها بكأس العالم بعد مباراة المكسيك في عام الف تسعمية أربعة وخمسين برازيل تصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم يشرك الستة وعشرين لعبا الموجودين في القائمة بالكامل النهاردة بينزل حارس الثالث لو خد يا عام تفش تاخد تاني يعني هدي فرصتك إنك تاخد عشان تبقى خدت شرف المشاركة في كأس العالم كده كان الحكاية بين أليسون وإيدرسون خد انت كمان مباراة حارس بالمراس اسمه فكرون يا جماعة ليفرتون تقريبا هو اللي خد في هذه المواجهة جزء منها عشان يبقى كل اللاعبين شاركوا في هذه البطولة نيمار تمكن من التسجيل فيه تلت نسخ مختلفة بكأس العالم متساويا مع رونالدو البرازيل طبعا الظاهرة 1998-2002-2006 وخلف بليه للسجل فيه أربع نسخ مختلفة 1958-1962-1966-1970 كما أصبح على بعد هدف واحد من احتلال قائمة هداف منتخب السامة على مرر التاريخ حيث وصل إلى 76 هدف خلف الأسطورة ربناش فيه يعني بليه المتصدر بفارق هدف واحد تياجو سلفا أصبح أقصى اللاعب في تاريخ كأس العالم يصنع أهدافا في أدوار خروج المغلوب بعمر 38 عاما و74 يوما تياجو سلفا مدافع مدهش بصراحة بجانب إمكانياته الدفاع الرائعة بيعمل أستستاته هو كمان قائد بمعنى الكلمة قائد جدا يعني عنده صفات قيادية مش طبعية في الفريق النهاردة برازيل عملوا كل الرقاصات تقريبا في بعض الناس ومنهم روي كين في أحد الأستوديوات تحيير روي كين طبعا واحد من الأساطير الأسماء الكبيرة في تاريخ مانشستر يونيتد انتقد أن لعبة البرازيل النهاردة كانوا بيرقسوا كتير بعد كل هدف وبصراحة مجدبش عليك يعني ما تسيم الناس تنبست يا عم أنا فاعم إنه هو بيقولك إنه كده ما كانش فيه احترام للخصم إذا كان الخصم نفسه ما كانش بتدايق هو ميزت برضه شعوب بتاعت شارع أسا دي إنه ناس مؤدبة أوين شوف اليابانين النهاردة كانوا مؤدبين إزاي الكوريين ما عم بتعصبوش ما بيتنرفزوش ما بيقلبوش المطش إخناقة حتى وما بيخسروا بنتائج كتير فالناس مكتش متدايقة فما تنكتش علينا ويقولك 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 أصلهم ما بيرقوسوا كتير وما بيحترموش كده الخصم عم رويكين يعني على مهلك شوي سيم الناس تنبست وسمنا ننبست معاهم يعني أنا أعطاك الكوريين كانوا مبسطين وما بيفراجوا على لعبة البرازيني النهاردة يعني طيب